مجموعة من التجارب التجميلية اللي فعلا غريبة لكن بسيطة وخطيرة اوي هتنفعكم اول تجاربة دي بتقول اللي احنا مجرد ما نستخدم ورقة تحت رموش السفلية ده يخلينا نقدر اللي احنا نحطها بشكل كويس ونجيب على كل الرموش وهيدينا شكل اطول واتقل فخلونا اللي احنا نجرب انا عايز اقول لكم لنا اول ما شلت الورقة اتفاجئت النتيجة فعلا حلوة اوي انا حطة في الجنب التاني لكن فعلا فيه فرق كبير اوي جربوها دي بقى بتقول اللي المعلقة ممكن تكون بديل للاشكلر وهيخلي الرموش كده مرفوعة على فوق وشكلها حلوة اوي فانا فعلا جبت المعلقة وبدأت لانا قتني الرموش اكتر من كده على فكرة انا قصيت جزء من الفيديو وبدأت بعد كده احط كمان المسكرة عليها علشان اشوف انا هتديني نتيجة حلوة ولا لا واحط في الجنب التاني من غير ما استخدم اي معلقة ولا استخدم حاجة علشان اشوف الفرق ما بينهم هل فعلا فيه فرق ما بين الاتنين ولا لا فانا دلوقت هسيبوا الحكم يكون لكم انتم هوريكم من الجنب وقلولي فعلا فيه فرق ولا لا شايفين دي اللي احنا استخدمنا فيها المعلقة شايفينها من الجنب هل الرموش اترفعت فيها قلولي انتم رأيكم ايه هوريكم بقى العين التانية وقلولي فعلا فيه فرق ولا لا هستنى رأيكم دي بقى بتقول اللي احنا ممكن نرسم اي لون من بلد الاي شادو نحوله لأي لاينار يكون ملون وفعلا لو حطينا بس شوية صغيرين من الفيكس سبري او حتى شوية مية وبعد كده بدأنا ناخد بالفرشة هنقدر اللي احنا نرسم فعلا اي لون شايفين ده اللون الفرشة البجمنت بتاعه حلوة قوي ونقدر نرسم انا على فكرة الفرشة بتاعتي وحشة قوي لان انا الفرش بتاعتي غسلتها وحطتها كده على جدار البلكونة وجي شوية هوا طيروهم وتصدمت كلهم راحوا فهوا ده اللي اتبقى لي حاولت ارسم بيها على قد مقدر بس النتيجة فعلا عجبتني جربوها حلوة قوي دي بقى بتقول اللي احنا اوقات كتير بنهبب كده ونطلع على المسكرة ومنبقى مش عارفين نشيلها ازاي وكده هنبوز الميكب لو استخدمنا ميكب ريموفر تاب نعمل ايه نستنى لما تنشف ونبدأ نعملها كده بالفرشة على خفيف قوي وكده مش هتبوز اي حاجة في الميكب انا سبتها تنشف بس الشكلي ما سبتهاش تنشف قوي فهوصوا هببت شوية معي هجرف الجزء اللي فوق فهبدأ اللي انا فعلا احك اللي فوق دوت وفعلا ما بوص اي حاجة في الميكب وشال كل اصار المسكرة جربوها دي بقى بتقولي لا اي عبوة تفضل عندنا من نرمهاش لا نعمل فيها ايه هنعمل فيها الطريقة اللي انتوا شايفينها دي انا فعلا كنت هرميها على فكرة هنجيب المقص ونقص العبوة من فوق وبعد كده هناخد بقى الغطا ونبدأ اللي احنا شايفين المحتوى اللي فيها لسه فيها كتير قوي انا فعلا كنت هرميها بص بقى هنبدأ اللي احنا نستخدم الغطا اللي احنا ننزل كل دوت فايه في عبوة تانية نكونوا غسلينها كويس قوي وممكن بقى علشان خطر لو مش هعارفين تنزلوا للاخر تستخدموا فرشة او حاجة اللي هو تزقوا للاخر بصوا انا مليت عبوة تانية منها بعد ما كنت هرميها دية بقى بتقولي اللي احنا ممكن نحط كحل وعشان نرسم مدمع العين بنعمل ايه بنجيب بنسة شعر ونبدأ نشد بيها كده خط من قدام وفعلا يا جماعة رسمت معي الكحل كمان لو كان احلى وادقل كانت النتيجة تبقى روعة اجربوها حلوة قوي اشتركوا في القناة